السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ندرس اليوم بيذن الله شبتر 28 من مادة أساسيات الحاسب هندرس النقاط الغير موجودة في الصلايدات ونحل الأسئلة الخاصة بالكتاب أول موضوع عندنا هو الانفراستركشر الخاصة بالإنترنت قلنا أن الإنترنت مكونة من ثلاث عناصر اللي هما السيرفرات اللي موجود عليها الملفات وبعدين الكلينت اللي هي أجهزتنا الشخصية واللي بتطلب خدمة من السيرفرات وأخيرا مجموعة البروتوكولات اللي بتخلي عملية الكميونيكيشن أو الاتصال ما بين الكلينت والسيرفر متاحة فبيقولي هنا لما أنت بتستخدم الكمبيوتر علشان تتوصل بالإنترنت فالكمبيوتر بتاعك حنسميه كلينت الكلينت بيستخدم البراوزر أو المتصفح علشان يطلب صفحة ويب أو ويب بيج من السيرفر الريكوست بتاعك ده المفروض أنه بيتتقل إلى موفر خدمة الانترنت أو الانترنت سيرفز بروفايدر من خلال البي وبي أو الباينت أو بريزنس الإي سي بي حيبعت الريكوست بتاعك إلى الريجونال باكبون ودي عبارة عن زي النتورك فائقة السرعة بتوصل ما بين الشبكات وبعضها المصطلح اللي بعد كده البلاتفورمة وده مقصود بيه منصة لما يكون عندي جهاز كمبيوتر بيستخدم نوع معين من المعالجات أو البروسيسور وأوبريتنج سيستم محدد زي انتل بيزد ويندوز بي سي فالمفروض دي بنسميها بلاتفورمة يعني مثلا أنا عندي جهاز أبل مع الأوبريتنج سيستم الخاص بأبل يبقى دي اسمها أبل بلاتفورمة لو أنا عندي كمبيوتر عادي مع أوبريتنج سيستم زي الويندوز 10 فده حنسميه انتل بيزد ويندوز بي سي كمان عندنا مصطلح الكروس بلاتفورمة وده فكرته ان الصوفتوير او الهاردوير ليه القدرة انه هو يشتغل بنفس الطريقة على اكتر من بلاتفورمة نوضح النقطة دي لو احنا دلوقت رحنا نحمل اي برنامج من الجوجل بلاي حتلاقيه يقولك البرنامج ده يشتغل على الاندرويد وفقط طب انا عايز برنامج يشتغل على اللي هو الابل يبقى لازم تروح للابل ستور وتحمل النسخة الخاصة به هنا البرنامج بيشتغل على بلاتفورمة خاصة به وفقط لكن فيه برامج زي البرامج المعمولة بلغة الجافا البرامج دي عابرة لموضوع البلاتفورمة يعني كروس بلاتفورمة ممكن يشتغل على الويندوز وعلى اللينيكس وعلى الماك بنفس الكود ومن غير اي مشاكل يبقى الكروس بلاتفورمة فكرته انه عندك نفس البرنامج حيشتغل على اكتر من بلاتفورمة فطبعا لما انت بتستخدم الانترنت انا ما يهمنيش البلاتفورمة الخاصة به فتلاقي ان انا بستخدم المتصفح علشان ادخل على الويب سيرفر سواء جهازي كان ويندوز ولا لينيكس ولا اندرويد ولا اي او اس او غيره نيجي بعد كده للدومين نيم الدومين نيم هو عبارة عن جزء من اليو ار ال او عنوان الصفحة او الموقع فلو انا كتبت www.seu.coma.sa فالمفروض ان الجزئية دي هي الدومين نيم هنا بيقول لي ان كل كمبيوتر متوصل بالانترنت المفروض انه بيتم تمييزه وتعريفه باي بي خاص به يبقى كل كمبيوتر بيكون لي انترنت بروتوكول ادرس اللي هو بيكون مكون من اربع اجزاء من الارقام اللي مفصولة بنقطة او بيريود يبقى الاي بي ادرس كمثال 123.157.91.7 عندنا حاجة اسمها dns او الدومين ميم سيرفر او system وده بيحول ما بين الاي بي ادرس وما بين الدومين نيم الدومين نيم اللي هو الشكل ده وده اللي احنا بنستخدمه كاشخاص لكن اجهازة الكمبيوتر ما بينها وبين بعض بتستخدم الارقام فعلشان نحول من الدومين نيم للآي بي ادرس والعكسة مين اللي بيعمل العملية دي هو dns الدومين نيم بيعرف واحد او مجموعة من الآي بي هات وبنستخدمه علشان نحدد او نعمل locating للinformation على الانترنت فعلى سبيل المثال زي ما قلنا فيه دومين اسمه whitehouse.gov وده الاي بي ادرس بتاعه زي ما قلنا الدومين نيم والاي بي ادرس اللي اتنين بيعرفوا نفس الكمبيوتر على الانترنت طيب الدومين نيم سيستم ده بيعمل ايه؟ بيعمل matching او يطابق الدومين نيم مع الاي بي ادرس الخاص به من اشهر الشركات اللي موجودة في امريكا اللي هي الانترنت وده من خلالها انت بتحجز الدومين الخاص بيك او خلينا نقول ان هي organization بتحتوي على قاعدة بيانات بتشمل كل الدومين نيم اللي موجودة في اليونيتد استيتس وطل بعد كده هي الهو از داتابيز ودي عبارة عن سنترال داتابيز او قاعدة بيانات مركزية بتحتوي على معلومات عن الدومين نيمز او اسماء النطاقات يعني مثلا احنا عايزين نعرف مين صاحب الموقع اللي هو seuforyou.com فمن روح لي الهو از داتابيز وبنكتب اسم الموقع ده او الدومين نيم حيديني الاونر مالك الموقع ويديني معلومات عن السيرفرات المرتبطة بالدومين المحدد النقطة اللي بعد كده هي الساسة او السوفتوير از السيرفز احنا عندنا نمطين لاستخدام البرامج اول حاجة ان اروح اشتري البرنامج واعمله انستول على جهاز الشخصي وبعدين استخدمه زي برنامج المايكروسوفت اوفيس العادي النمط التاني ان انا اروح اشتري اشتراك بيسمح لي ان انا شغل البرنامج اللي موجود على سيرفر من خلال الانترنت وده اللي مستخدم مع المايكروسوفت اوفيس مثلا النمط التاني بنسميه ساس او السوفتوير از السيرفز يبقى بيقول انه زمان كان الاشخاص والشركات بيشتروا السوفتوير ويعملولو انستول على اجهزتهم الشخصية او الشبكات لكن النمط الجديد دلوقت ان الابليكيشن بيتم تخزينها على الكلود سيرفرز وان اليوزر ممكن يأكسس السوفتوير ده من خلال الانترنت وبالتالي اليوزر مش هيشتري السوفتوير لكن هيشتري سبسكريبشن او اشتراك يسمح له ان هو يدخل على السيرفر ويأكسس السوفتوير الطريقة دي بيسموها الساس او السوفتوير از السيرفز نيجي بعد كده للانترنت كوميونيتز او المجموعات اللي بيتم فيها تجميع اليوزر واجراء نقاشات من خلال الانترنت اول حاجة عندنا اليوز نت وده عبارة عن discussion system او نظام للنقاشات اليوزرز ممكن يأكسسوا اليوز نت جروب من خلال الانترنت وكم بيحتوي على الاف من المجموعات الاخبارية على مواضيع مختلفة ممكن نلاقي نيوز جروب خاصة مثلا بزراعة الارض ونيوز جروب خاصة برياضيات وهكذا مصطلح تاني اللي هو الارسي او الانترنت ريلي شات وده عبارة عن system للشات ولكن مش منتشر قد كده فبيقول لي هو عبارة عن internet service خدمة من خدمات الانترنت اللي بتسمح للنيوزر انه هما يشتركوا او يدخلوا في مجموعة دردشة الشات جروب الجروب في برنامج الارسي بيسموها channels واللي channel دي ليها مواضيع مختلفة في مواضيع دينية مواضيع ثقافية حاجات اختراق وغيره وبمجرد ما اليوزر يدخل على الجروب دي او اللي تشانل ممكن يحصل real time conversation يعني كأنه زي جروب واتس يبعث رسائل ويستقبل رسائل كمان بيقول لي ان اللي تشاني شات تشانل ممكن تكون فيها online video games وكمان بيقول لي انه في بعض الاحيان غرف الدردشة او اللي تشات روم ما بيكونش friendly يعني ممكن يكون فيها نقاشات عنصرية مثلا وبيكون فيها moderator او admin هو اللي بيتحكم وساعات بيحذر او يمنع بعض اليوزرزة النقطة التالتة الانستانت ميسجينج او الرسائل الفورية ودي تكنولوجي بتسمح لي ان نبعث رسائل في الريال تايم الى يوزر اخر زي الواتس او حضرتك online وانا online فاحنا الاتنين بنبعث رسائل لبعض الانستانت ميسجينج زي اللي تشات روم ولكن انت هنا بتختار اليوزر اللي تعمل شات معاه امثلة طرامج الدردشة الفورية او التراسل الفوري اللي هو america online messenger وكمان ال icq والفيسبوك messenger نيجي بعد كده للانترنت growth الفكرة كلها انه الانترنت بتكبر وبتزيد لانه عدد اليوزرز اللي موجودين عندي بيكتر وناس كتير بتستغدم الموبايلات واجهزة التليفونات والاجهزة اللوحية علشان تدخل على الانترنت فطبعا الزيادة في عدد اليوزرز دي بتفرض علي حاجتين اول حاجة احنا عارفين ان كل جهاز بيكون ليه ip address خاص بي فلما يزيد عدد الاجهزة يبقى احنا محتاجين نزود عدد ال ip addresses علشان تتناسب مع عدد الاجهزة اللي بتزيد نمرة اتنين احنا محتاجين more bandwidth السرعة اللي موجودة عندي واللي كانت بتكفي 100 يوزر مش هتكفي 10.000 يوزر دلوقت فاحنا لازم نزود البندويتس ونزود قدرات الinfrastructure او البنية التحتية للانترنت فيه بروجيكت عندنا اسمه internet2 او i2 وده بيحاول يطور ويعمل تستنج لشبكة انترنت وتقنيات الاتصالات بصورة جديدة يعني على اساس انها تكون شبكة بديلة لشبكة الانترنت الحالية تعالوا دلوقت نشرح الاسئلة الخاصة بالشبتر 28 اول سؤال بيقول domain name lookup يعني عبارة عن سيستم نحن بنستخدمه علشان نعمل search او نبحث على domain name والبيانات المرتبطة بيه بالتأكيد ده طبعا هيكون الwho as database قلنا الwho as database هي عبارة عن قاعدة بيانات عن domain name وبتديني معلومات عن الowner او المالك لنطاق معين ومعلومات عن السيرفرات المرتبطة بالدومين المحدد رقم بيه بيقول special server server معين بيعمل matching للدومين name مع الIP address المناظر لي ده طبعا هيكون تعريف الDNS او الدومين name system احنا عندنا كل موقع على الانترنت بيكون لي دومين name يبقى مثلا الBBC.com ده الدومين name لكن المفروض انه بيكون لي IP address ينظره مين اللي بيحول من الدومين name الى الIP address هو الDNS system رقم C هو عبارة عن project او مشروع بنستخدمه علشان نعمل testing للnew network technologies احنا لسه ايلين اللي هو الانترنت 2 ودي بنستخدمها علشان نختبر التقنيات الجديدة ونحاول تكون بديلة عن شبكة الانترنت الموجودة الحالية اما رقم D فبيقول هي عبارة عن شات جروب او مجموعة دردشة ولكن موجودة في برنامج الIRC برامج او جروبات الدردشة في الIRC بنسميها channel رقم E بيقول بيعرف واحد او اكتر من عنوين الIP address وبنستخدمه علشان نحدد المعلومات على الانترنت مين اللي بيعرف الIP address اللي هو الdomain name احنا قلنا كل موقع بيكون لي domain name وIP address مرتبط به فهو هنا بيكلمني عن الIP address يبقى المفروض اللي حيعرفه هو الdomain name رقم F virtual communities او مجتمعات تخيلية بتوفر امكانية التراسل الفوري في الوقت الفعلي او الوقت الحقيقي ده طبعا هو تعريف السوشيال نتوركينج او برامج التواصل الاجتماعي رقم G هي عبارة عن system مثلا وبيستضيف او بيحتوي على آلاف من المجموعات الاخبارية او news group دي طبعا هي ال use net رقم H هو عبارة عن نوع من اجهزة الكمبيوتر اللي بيستخدم نوع معين من البروسيسور او المعالجات وانظمة التشغيل ده طبعا هيكون تعريف البلاتفورمة البلاتفورمة معناها منصة عمل سليم وده فكرته انه هو بروسيسور باختلاف انواعه يعني ممكن يكون انتل مع operating system زي الwindows او بروسيسور زي ال power pc اللي هو خاص بشركة ابل مع operating system اللي هو الابل ماكنتوش مثلا رقم I هو عبارة عن رقم مكوم من اربع اجزاء بيكون مهم فصلة عن بعضها بنقاط او ضطة وبيستخدم علشان يعرف الكمبيوتر اللي متوصل بالانترنت ده طبعا هو تعريف ال IP address وكل جهاز بيكون لي IP address خاص به رقم I هو عبارة عن web page يعني صفحة من صفحات الانترنت اللي اي شخص ممكن يكتب او يعدل المحتوى ده طبعا هيكون تعريف الويكي عارفين لو كان بيقول هي عبارة عن web page بحيث انه only one person can write او ايدات الكنتنت كنا حنقول ان هي البلوج اما الويكي لا الويكي بيسمح لأكتر من شخص ان هم يعدلوا المحتوى نيجي بعد كده لمجموعة الاسئلة اكمال الفراغات فبيقول لي هنا بعد ما حضرتك بينبعث الريكوست او طلب صفحة الوب لل ISP او الانترنت service provider point of presence اللي هي نقطة اتصال الشتكة بتحتك مع الانترنت فالمفروض ان الطلب ده بيروح لمين لل original backbone نمرة اتنين هو عبارة عن software او hardware يا برنامج يا جهاز المفروض ان هو بيكون ليه القدرة انه يشتغل في نفس الوقت على اكتر من platform يعني هو متعدد platform او متعدد المنصات فعلشان كده بنسميه cross platform يعني عابر المنصات كلمة platform عبارة عن processor زائد operating system يعني مثلا في برامج بتشتغل على linux ما تشتغلش على windows وبرامج تشتغل على windows ما تشتغلش على linux ده يشتغل على platform معين اما لو في برنامج بيشتغل على كل الoperating system مثلا او بعضها فاحنا بنقول انه هو cross platform نمرة اتنين هو جزء من الدومين وبيعرف نوع الorganization المسجلة في الدومين نراجح كده الدومين كان بيبقى مكتوب www edu dot مثلا هنا seu وبعدين edu dot se الwww والseu والedu ده كله اسمه domain name والدمين نيم اخره بيكون في top level domain والtop level domain ده بتحدد نوع الorganization هل هي educational حاجة تعلمية ولا حاجة تجارية commercial ولا حاجة organization مثلا ولا حاجة military عسكرية مثلا والحرفين دول اللي هو sa بيحددوا country يبقى top level domain بيعرف نوع الorganization المسجلة مع دومين رقم اربع بيقولني هي عبارة عن service او organization بتحتوي على central database قعدة بيانات مركزية لأسامي الدومين او النطاقات الموجودة في امريكا ده طبعا كان تعريف الانتر NIC لما الجهاز بتاعي يتوصل بالانترنت فالجهاز هيطلق عليه client احنا قلنا الانترنت مكونة من ثلاث حاجات اللي هي السيرفرات والclient والبروتوكولز مين هو اللي بيديك الIP address لما انت بتدخل على شبكة الانترنت او اللي بيوفر لك الIP address حتى لو انت على شبكة محلية اللي هو network administrator يبقى الadministrator او مدير الشبكة اللي انت متوصل بيها هو اللي بيديك الIP address الخاص بيك في حالة domain name system فكل name لازم يكون unique يعني ما ينفحش يكون فيه موقعين ليهم نفس domain name وإلا لما انت تكتب اسم domain الجهاز بتاعك او المتصفح حيروح للجهاز الاول او الموقع الاول ولا التاني يبقى ازا domain name لازم يكون unique يعني مميز ولا يمكن تكراره كمان عندنا بيقول احنا ممكن نعمل search في اي قاعد ببيانات عن الowner او مالك الdomain والسيرفرات المرتبطة بي طبعا دي هتبقى الwho is database رقم 9 باستخدام الIRT فالمفروض ان الاشخاص ممكن يعملوا الليتشانل او الشات تشانل الخاصة بيهم خلي بالكم كلمة تشانل احنا قلنا القناة او ال group في الIRC بنسميها تشانل فعلشان كده انا اخترت كلمة الIRC لانها مرتبطة بالليتشانل كمان جاي بيقول انه في المستقبل فان الانترنت محتاجة تزود الباندويتس وكمان تكرية ايه تزود عدد الIP addresses نظرا لكبر عدد الاجهزة اللي احنا محتاجين انها تدخل على الانترنت ترجمة نانسي قنقر